لن تجرى الانتخابات في موعدها هكذا هو قرار حكومة الكاظمي بشأن الانتخابات المبكرة في العراق مسلسل سياسي دشن الكاظمي اواخر العام الماضي اول فصوله حينما حدد السادس من حزيران عام 2021 موعدا للانتخابات المبكرة واليوم تأجل الموعد الى شهر تشرين الاول المقبل فلا مفوضية الانتخابات جاهزة ولا القوانين الخاصة بها مكتملة ولا الاموال متوفرة لاجراء هذه الانتخابات ويؤكد ذلك المفوضية نفسها التي اعلنت التأجيل لاسباب قالت انها فنية بعد اجتماعات عدة جمعت المفوضية بالرئاسات الثلاث وزعماء الاحزاب السياسية وحضرته ممثلة الامين العام للامم المتحدة في العراق جينيني بلاس خارت لكن المفارقة هي ان قرار تأجيل الانتخابات قوبل باستهجان من زعماء وكتل سياسية متنفذة مثل التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر وتحالف الفتح بزعامة هادي العامري وتحالف القوى بزعامة محمد الحلبوسي وغيرهم واعتبروا القرار نقضا لاتفاق مسبق بين الكاظمي والكتل السياسية بشأن موعد اجراء الانتخابات البرلمانية ردود افعال قال محللون انها تعكس التناقض الذي تنتهجه الكتل السياسية في اطار تبادل الادوار بين الشركاء ليس اكثر فالجميع مع تأجيل الانتخابات وان لم يكن معلنا والمعطيات هي من تشير الى صعوبة اجراء الانتخابات في موعدها وسط توقعات لبرلمانيين بتأجيل الانتخابات مرة ثانية حتى عام 2022 بهدف اتاحة المزيد من الوقت امام الاحزاب لترتيب اوراق اللعبة السياسية مرة اخرى رغم الرفض الشعبي المعلن لاستمرار احزاب السلطة في حكم البلاد ترجمة نانسي قنقر